ماذا لو كان لأوزاننا ماذا لو كان لشخصيتنا ودواتنا وزن ماذا لو كان لوزننا غير الكتلة لشخصيتنا وزن كيف سنقيسوا أنفسهم وسيقيسوا الآخرون كيف سنحكم على الآخرون لكل شخص منا وزن ولكل إنسان ميزان منا من سيزننا بأعمارنا وهناك من سيزن ببلدنا أو قبيلتنا هناك من سيزننا من خلال لون البشر أو الثراء المادي أو الطبقة الاجتماعية أي أن كان هذه بعم موازين البشر ولكن الميزان الحقيقي أفعالك أنت أفعالك السيد رئيس النادي عريب اجتماع تستمسر الأعضاء الضيوف الكارب السلام عليكم الله وبركاته السلام نقلق أنفسنا أحيانا في الشرائح بعض الحاجيات وبعض الملابس حتى نحق جزءا من ذواتر فبدل من أن نشتريها ونتحكم فيها أصبح تتحكم فينا وكأنها تشتري مرة من الأطلائف كنا في المرحلة الثانوية نريد أن نزور أحد الأصدقاء والغروف المرض كانت كانت فترة الزيارة وحدودها ذهبنا في وقت متأخر لم يسبح رجل الأمن بالدخول طلبنا وحاولا لم يسبح رجعنا إلى السيارة أددنا فكرة ما هي هذه الفكرة كان لدينا وجل المناسب أحد الزملاق المضحر المناسب وكان لدينا بيشت نستخدمه في مصرحية لمدرسة ألبسناها بيشت هيئنا وذهبنا مرة أخرى إلى المستشفى سعى عليكم السلام معك الشخصية الثانية نعم كببة لكن هابيك أعطي يام ثانوية وفعل أدخلنا وتغير ميزان رجل الأمن فقط من مظهر تقول لي المظهر ليس مهما أقول بلد مهم ولكن لا نجعله دائما وأبدا مقياس رئيس ومقياس أول في الحكم على الناس نفتغل ونتمجد أحيانا بالعائلة بالقبيلة بالبلد وهذا شيء من جميل ولكن لا نرفع عن الناس ونفضهم فقط لأشياء ولدوا فيها لا تحاسبني على قبيلة أو لوم بشرة نحن لا خياما لنا في ملامح وجوهنا ولا في أصولنا ولا في أعراقنا أو مستوى عائلتهم هناك من يولد بملامح جميلة هناك من يولد بملامح لا ملامح لها هناك من يولد في عائلة مرموقة اجتماعية كبيرة فيرث سيدها ومجدها وهناك من يولد في عائلة فقيرة صغيرة لا ومييزات لها لا مجد لهؤلاء ولا ذنب لهؤلاء لا مجد لأشخاص أمتلكوا أشياء لأنها قريبة من سرير طفولتهم المجد الحقيقي للإرادة التي يصنعونها في المستقبل لأفعالهم لأنه أنت أفعال الجمال ليس بجمال ملامح لا خيار لي ولك فيها فهي من الله سبحانه وتعالى الجمال الحقيقي في تعاملك في أخلاقك في أفعالك هذا هو الميزان الحقيقي الذي يستحق أن يكون نفتغل أحيانا بالنسب والحسب وهذا لا مانع فيه ولكن لا تتقد أنك فقط ناجح لأنك من قبيرة فلانية أو لأنك من عائلة فلانية أو لأنك تملك المال المعين ليس هذا هو النجاح الحقيقي ليس في قراءة كتاب سطره الأجداد النجاح الحقيقي في كتاب تصطر أن تكتب هذا السطر ليقرأه أحفابك النجاح الحقيقي في أفعالك في تصرفاتك في إنجازاتك النجاح الحقيقي والميزان والميزان الكبير في ما فطرت في البصمة التي تضعها في الأفعال في الطموح التي تسعى أن تصل إليه هذا هو الميزان حتى عند الله سبحانه وتعالى ميزان آخر ميزان مختلف تماما إن أكرمكم عند الله أثقاكم حتى عند رفوع ماذا يقول الناس عندما يتوفى شخص ماذا يقولون رحمه الله كلام كان وكان وكان لم تبقى عندهم إلا الأعمال لم تبقى عندهم الأعمال فلست الأسامي فلست الفياب التي ترتدي ولست الفياب قالت فلست الثياب التي ترتدي ولست الأسامر التي تحمل ولست البلاد التي أنشأتك ولكن ما أنت ما تفعل أنت أفعال لسألتكم مرة ما هو ميزانك ما هو وزنك لا يأتي فقط ذهنك لوزن الكتلة لكن ليأتي ذهنك لوزنك الحقيقي في هذه الحياة ويأتي فقط